انا فعليا كنت خايف فعليا انا خفت لما صاروا يحكوا لي انه لما لما يجيك البابي خلاص يعرف انه لو شو ما عملت وشو ما صار حيطلع لك كرشف انا بدي طب اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد وفي يوم جديد ويساعة صباحكم ومسائكم وين ما كنت وين ما تواجد اللي بدي احكي فيه اليوم موضوع صار معي انا شخصيا اللي هو موضوع لما الناس اللي حواليك كلها تكون بتحفظ فيك وبتحكي لك اشياء مالها داعي يعني اللي صار معي جاني بابي جديد الحمد لله اول بابي فكل الناس بتعرف انه انا عندي هوس بالفتنس وبحب اتمرن كل يوم وبروح كل يوم على الجيم ويعني معروف انا من امر 14 سنة الى هلا وانا بروح على الجيم وعندي انتظام وعندي اندباط وما بضيع اي اي اشي مستعدة اي اشي مستعدة اغير اي اشي عشان موعد الجيم بالعكس انا مبرمج حياتي حوالين تمريني هاي شخصيتي وهذا انا مش شرط انه الكل يكون هيك هلا اللي اللي صار انه وهي مرتي كانت حامل خلال الحمل كله كل الناس كانت تخوفني حتى الناس اللي عندها اولاد وخصوصا اللي عندهم اولاد اه انت عفكرة من هلا بلش انحف ومن هلا بلش اه خلي حالك فت عشان لما البنت تيجيك ايجتني بنوتة اول ما تيجيك البنت انت رح يصير عندك كرش طب ليش رح يصير عندي كرش اه ما هي علة النوم وراح يصير انت عندك اه دروب في السرون وراح تبطل تتمرن وراح تبطل فاضي ومش هتنام بالليل ومش رح يكون عندك موتيفيشن وهال طيب امشينا في الموضوع وبالعكس انا في اخر الحمل اللي تركت حالي شوي وطلع لي شوية كرش خفيف ومش كرش كرش يعني انا ما بترك حالي ولا بحياتي تركت حالي انها اوصل مرحات الكرش بس انه يعني شوية الدهون خلينا نقول الابس بطلوا مبينين بعديها اللي صار انه بعد ما ايجتني البنت وبعد ما اولدت البنت بالعكس صار لازم منظم حياتي اكتر شوي اوكي موضوع النوم ما في منه ما في اختلاف وتصحب نص الليل ونومك متقطع عادي بس موضوع التمرين غيرت نظام حياتي كله بحيث اني اتمرن وجي الصبح اصير اتمرن مع كلاين الآن انا زمان كنت اتمرن لحالي واتمرن بوقتي واخذ راحتي واضي الوقت اللي بدي اياه بس اللي صار انه انت بدك يتبرمج حالك بدك يتغير حالك لشغلة انه تتمرن في وقت في طريقة معينة في وقت اقل بس ست بتتمرن وبالعكس انا هلأ اواصل واصل مرحلة حاور جيب احط لكم صورة هلأ تشوفوا هاي الصورة انا ماخدها اليوم اليوم الصبح بعد التمرين اوصلة لفل انا مش واصلوا الي زمان لانه صار بالعكس انا حطيت حالي صار عندي انضباط اكتر للتمرين لاني هلأ ملتزم ملتزم معي كلاينت ومسيطر على كل اشي بيصير عندك اويرنس بيصير انت تعرف شو اللي بدك العوامل اللي تلعب فيها منهم واحد منهم مثلا الي هو الاكل بيقول لك حيصير عندك اموشنال ايتنج لانك مش عم بتنام طيب اوكي صار عندك اموشنال ايتنج مرة بالاسبوع يا سيدي ما خربتش الدنيا عندك بالاسبوع انا دائما ماشي على قاعدة تمانين عشرين قاعدة تمانين عشرين تمانين بالمية من اسبوعك تمانين بالمية من يومك كل في كويس تمانين بالمية باليومك قضي كويس تمانين بالمية من اسبوعك قضي كويس معناها تمانين بالمية من السنة انت عمالك بتاكل اكل صحي معناها جسمك تمانين بالمية رح يكون شكله حلو مش شرط تكون مية بالمية مش شرط يكون عندك سبعة بس شرط انك تكون يعني التوب اتليت اقوى واحد في الدنيا بس انت 80 بالمية من السنة هاي شكلك ممتاز فانت بتوصل من اول السنة لاخر السنة شكلك كويس فما في عندك هذا اللي ما خربت كتير وما تركت التمرين وبالعكس الموضوع ماشي فكل الناس اللي بتضلها حواليك هاي هذا الاشي المهم اللي بتركزوا عليه انه الناس اللي حواليك اللي بتضلها تحكي لك انه اذا هذا راح انت راح تنصح واذا اكلت كذا انت راح تنصح واذا ما عملتش كذا انت راح تنصح واذا هاي القصة صارت عندك اخلص اعرف اقرأ الفاتحة على جسمك وجسمك راح فيها امعلم انت ضربت انضويت ليه طب ما كل واحد جسمه غير عن التاني كل واحد اكله غير عن التاني وكل واحد جسمه يعني بتناسق مع الاكل ومع طريقة التمرين معينة غير عن التاني كل انا اعجي اعطيك تمرين اللي انا بتمرن عليه هلا اللي طلع لي ما يمشي معاك انت لجسمك تكون لجسمك انت بلزب مسلا تمرين تاني ممكن اعجي اعطيك نظام الداية اللي انا ماشي عليه والاكل اللي انا باكره يطلع انت عندك اه مسلا للغلوتين او يكون جسمك شوية حساسة للخبز او او للرز او لهذا تروح انت تصير جسمك نجمع مي وتنصح كل واحد جسمه مختلف عن التاني بدك تعرف تش طريقة جسمك بدك تعرف بناءا على نظام حياتك كيف تنظم حالك وكيف تنظم تمرينك وكيف تنظم الوقت اللي بدك تمشي فيه اوكي في ناس بتسافر كتير بس الآن بتتمرر واحكي لكم انا مش بس حالي الشاب اللي بتمرن معاي اللي هو اللي انا بتمرن انا وياه هذا رجال عنده ولدين متجوز عنده ولدين عنده شركة ما شاء الله عنده اكتر من 450 موظف فيها وداخل في اكتر من بزنس مش بزنس واحد عنده ولا اتنين ولا تلاتة ولا خمسة زلم يا رجل ناجح جدا جدا وبيجي كل يوم على الخمسة ونص الصبح بتمرن اذا هذا الزلم املاقي وقت مع كل الاشياء هاي اللي عنده وكل الضغوطات اللي حواليه وعماله بتمرن وجسمه شكله حلو كمان مش انه يعني بس اللهم انه بيجي انا بتمرن وبعمل عليه وبروح لا بتمرن بالعكس وحش وبتمرن وتمرينه قوي وجامل وبتمرن معاي عتمريني فانت تيجي تحكي انه هادا قدر ينظم حاله بكل هاي الاشياء وكل الضغوطات اللي عنده يعني ازا حدا بدي يكون عنده في العالم وازا واحد بدي يكون عنده سبب انه ما يتمرن رح يجي هال اول واحد بابلكابل لهذا الاكسكيوز بس بالعكس منتظم منضبط وبيجي كل يوم ما تخلي اي حدا حواليك وما تخلي واحد كسول يجي اعطوكم معلومة انا فعليا كنت خايف فعليا انا خفت لما صاروا يحكولي انه لما لما يجيك خلاص يعرف انه لو شو ما عملت وشو ما صار حيطلع لك كرشة انا بالنسبة لايلي جسمي من الاشياء الاساسية هاي من الاشياء الاساسية اللي انا ما شف فيها انه جسمي لازم يضل صحي جسمي لازم يكون شكله حلو هيك انا لاني انا مدرب مدرب ازا جسمي شكله مش حلو ايا لان ازا انا مدرب بكرش اكيد مش عارف اجيب كلاينت اكيد محدش هيسمعلي لانه ليد باي اكزامبل انا بالنسبة الي انا راح اقود في اني اورجيك تشوف هاد الشكل ازا انت عجبك شكله هتتمرم معي هتشتري برامجي هتحكي معي هتسألني اسل اما ازا انت شايف انه انا والله كرشو قاعد بنظر عليك وبقول لك انت لازم تعمل لازم تعمل دايت وانا قاعد بروح باكل ازبالي مش منطق انا بالنسبة الي هادا مش منطق وبشوفه بشوف مدربين زي هيك ما بعرف كيف بجيب اوكراين ما بعرف كيف الناس ماشي معاهم بس انا بالنسبة الي الي انت شخص بدك تكون من واحد زيي لازم انا اكون مية بالمية فاذا انا ماشي مية بالمية واذا انا عمالي بورجيك انه انا مية بالمية راح تمشي معاي فما تخلي واحد كسول ما تخلي واحد لقي انه السبب انه والله لانه انا شو اسمه مرت حامل خلص انصحب لانه اجاني بيبي انا انصحب لانه عندي ولاد مش قادر اتمرن لانه بالبزنس تبعي لازم اسافر والشركة بتبعتني على اكتر من مكان مش حقدر اتمرن ومش حقدر اكل وراح اخبس في الدنيا واكتر من واحد واكتر من قصة راح تسمعوها وكتير عندي اللي بتجي بتتمرن معاي الاول زي ما حكيت لكم عنده شركة فيها اربعمية وخمسين موظف التاني سي او بنوت اصبية صبية صغيرة سي او لشركة والشركة اللي بتشتغل فيها كمان احنا في دبي هي شركتها بتروح بين الشارع وابوضبي وبتيجي ستة ونص الصبح بتكون بالجيم اللي بيجي على التمانية ونص عنده شركته الخاصة وبشتغل من وين ما بده ومشاء الله ربنا فاتح عليه عمره سبعة واربعين سنة منتظم كل يوم وبوصل ولاده على المدرسة وبجيب ولاده من المدرسة كمان اللي بتجي على التسعة ونص ماما يلا تلاتة تينيجرز عارف ايش يعني تلاتة تينيجرز از واحد عنده هلأ تينيجرز من اللي بيسمعوني از شخص ام او اب عندهم تينيجرز من اللي بيسمعوني اكيد حيكون فاهم شو الضغط وشو الاشياء المروا فيها انا بتحكيني يعني انا ما عندي هلأ تينيجر بس انا بتحكيني بعرف شو يعني امر تلاتةاش واربعطاش وسبعتاش وعشرين لما يكونوا عندك هلأ في البيت وعندك مدرسين خصوصي وعندك دراسة وعندك امتحانات وعندك يعني هاي الاشياء كلها وفي انتظام في التمرين واللي بيجو المسا بيخلص شغله سي اولا شركة واللي بعده برضه سي اولا شركة كل الناس اللي بشتغل معاها زي هيك حاجولا كلهم جايين ومعنيين وعندهم التزام فما يجي واحد كسول او واحدة كسولة يقولك والله لانه انت صار عندك ولد مش هتقدر تتمرن لانه انت صار عندك حمل هلا مش هتقدر تتمرن مرتك كانت حامل ضلت تتمرن لاخر يوم اخر يوم قبل تطلع كانت بتعمل سكوات معي كنا متمرن في الجيم خلصنا بالليل اجاه الطلع رحنا على المستشفى ولدك ما تخليش عندك اي عضو ما تخليش عندك اي اشي اوكي بعد الولادة في فترة لازم فيها راحة بعد النقاهة ترجع تتمرن بس ما تخلوش دايما ان الواحد تشوف اذا انت امنت بهذا الحكي واذا انت صدقت هذا الحكي واذا فعليا انصحت لانه صار عندك هذا الحكي اعرف انك انت كسول وكنت بتدور على سبب وبتدور على عشان تمشي بهذا الموضوع شكرا